حقا انها قصة مثيرة غريبة وحكاية نادرة غريبة الغرامة يا شخ بندر في حكم قاضي القضاة فقد اقر وصاية ابي الفتح على الجواهر والماسات حتى يظهر للمتوفى اي وريث من بعيد او قريب هذا فعلا عجيب فالرجل عن المدينة غريب ولكن ما حجة قاضين الاريب ثم ما دورك انت في الامر يا صاحب النهي والامر انه لا يتعدى دور المراقب للوريث الغائب الذي قد يظهر فجأة ويطالب وهل تراه سيظهر ماذا تعني يا شخ بندر اعني اذا ما ذاع الخبر في المدينة وانتشر فسيظهر للمتوفى الف وريث على الاثر هذا مستحيل فلن يتم الامر الا بعد التحقيق ولن تسلم الاموال الى الوريث الا بعد التأكد والتدقيق اذا لما لا تبدأ بالتقصي بنفسك منذ الان وتبحث عن ليلى فتكون لك بذلك اليد الطولة ابحث عن ليلى ألم تقل ان ليلى اسم زوجتي المتعفة صحيح صحيح ولكن ترى كم ليلى في هذه المدينة انهن كثيرات ولا تكفي لحصر عددهن سنوات وسنوات اسمع مني يا صاحب هذه النصيحة اذا اردت ان تشتغل وفق الاساليب الصحيحة عليك ان تتبع خطاء بالفتح وتراقبه وحذار حذار ان تأمن جالبه فلعله عيار محترف او لص منحرف راقبه انت بذاتك وافهمه مدى سلطتك وعلو منزلتك صدقت صدقت ايها الشهباندر سأولي الموضوع اهمية اكبر مسؤوليتنا في هذا البلد عسيرة ومهمتنا دقيقة وخطيرة علينا ان نجد وريثة او وريثة المتوفى والمدينة كبيرة يا ابا الفتح لو لم تكن ذا ضميرا يقض وهمة وجدارة اكان القاضي يكل اليك الامر اعز الله مقدارة صحيح يا مرجانة اننا نزهد في اموال الاحياء من بني الانسان فكيف باموال الاموات في الاكفان سيدي ابا الفتح وماذا عن البحث عن طغماز وهل كان مجيئنا لهذا البلد الا لهذا الغرب اسكت يا مردا لعل مولاي قد صرف النظر عن بدور المسكين ستنتهي حياته وهو يبحث عنها ويدور ثم ان له في السواها ما يعوده عن ذكراها لا يا مرجانة كفي عن البلاها بدور زوجتي وحبي وهي لا زالت في قلبي يا مرداد يا صغير الجسم يا كبير الراس اذا ما وجدنا طغماز اثناء البحث عن الوارث بين الناس اكون قد ضربت عصفورين بحجر واصبحت اسعد البشر السلام عليك يا ابا الفتح وعليكم السلام بصاحب الشرطة الهمام يا من يصون العهد ولا يخفر الذمان تفضل جئتك ببعض الطعام ليكون بيني وبينك ادام نتناوله معا ونتحدث في اشغالنا باتفاق وانسجام خطوة عزيزة ويطيب لي ان اؤيد تصرفك هذا واجيزة مرداد يا غلام اذهب وهيئ لنا بعض الصحون والاطباق واشوي لنا المعلاق واخبز لنا قليلا من الرقاق لا 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 حب ذا لو جلسنا على انفراد فقد نتطرق الى ذكر بعض الافراد كما انني لا احب ان تتسرب الاخبار دون اتخاذ اي قرار لا بأس عليك يا صاحبي فهذه جاريتي وهذا غلامي لك ان تعتبرهما في منزلتي ومقامي ارجوك اصرفهما من قدامي فقد اعتدت ان ابحث اموري بسرية بمعزل عن الاذان الفضولية لك مطلق الحرية والصلاحية ارجو ان تخرجها ولا تنزعجها اسمعني جيدا يا ابا الفتح انت ولا شك غريب عن هذه البلاد جاهل بطباع العباد منك نستفيد يا صاحب الرأي السديد اذبني هل من مزيد اهل هذا البلد عجبون في عاداتهم متفردون في اخلاقهم وكما يقولون طبل يجمعهم وعصى تفرقهم اه ولكني لست ارغب في مصاهرتهم او منادمتهم او مسامرتهم مهمتي واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وهي البحث عن الوريف السعيد او الوارثة العصماء هذا هو بيت القصيد فانك لن تصل الى ما تريد الا بعد ان تتعرض للالاعيب وتسمع شتى انواع الاكاذيب وترى مختلف الاساليب مهم اني اسمع اوه وبعد لا لا ارجوك لا تستخف بالامر وتستهين فقد تقع ضحية احابيل المضللين من يدري ربما يضربونك بالمدية او يطعنوك بالسكين ثم انك قد تعاني الكثير من المشقة وقد تجر لسبب او لاخر لحبل المشنقة ولكن يا صاحبي ادخل مباشرة في الموضوع وبلا مقدمات فقد حصلنا من نصحك الغالي على بعض النفحات ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو تدارسنا فكرة معا وخططنا لها حتى إذا ما نضجت وآتت أكلها سرعان ما نلتهمها أنت وأنا دون أحد يقاسمنا وما هي هذه الفكرة الناضجة يا ذا العيون الرائقة المائجة ويا ذا النظرات الحالمة الهائجة وهل فطن مثلك أن يسأل ليتك توضح لي أكثر نقتسم معا ألماس والجوهر الله أكبر الله أكبر تعني أن نقتسم فيما بيننا التركة نقتسمها كما يقتسم فقيران سمكة اسمع اسمع يا هذا إذا كنتم في هذا البلد تقتسمون أموال الأحياء فما هو حال العيارين والأشقياء يا لك من غبي أرعن على الأقل سلصا يا سلام عموما في البرية لا خصوصة فحسبك أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصة سوف أجعلك تندم ندما ما بعده من ندم أيها المخاتل المأفون بالوعد يا كمون يا خائن القانون ترجمة نانسي قنقر ها قد وقعت بيدي أخيرا يا أبا ذاين لا بد أن تدفع ما عليك من دين ما هذا يا رجل ومن هو أبو زين هذا سامعني يا رعاك الله إن قفاك يشفي قفا أبي زين يا سبحان الله لا بأس عليك في المرة القادمة افتح عينيك وإلا صلمت لك أذنيك أشكر لك لطفك وأستميع ثانية عفوك أتظن أن الأمر التبس علي يا أبا ذاين مهما تنكرت وتخفيت لا بد أن تدفع ما عليك من دين أتراني حقا أبا ذاين أم أنك زاهد في هاتين عدمت العافية يا صاحبي إن لم أكن قد حسبتك أبا ذاين ألخافنا إلى جانبي سامحني ودعني أبو سخدة وهاتي أقبل يدك أستغفر الله العظيم ولكن إياك أن تحاولها ثانية معي آه يا سيدي لو تعرف حالي مع أبي زين جاري لقد استدان مالي ثم ثم لا أريد أن أعرف هيا أغرب عن وجهي وانصرف هيا يا أهل السوق يا أهل النقوة والوجدان أنقذوني من هذا الإنسان لقد استرخني استدان مالي وأفلسني وكلما طالت دون أعلمي وبرمني أريد مالي من أبي زين لقد استدان مني من ردين يا أهل السوق اتعدوا اتعدوا هيا اتعدوا ما هذا لا تأخذ فهو أقرأ أشكرك لمعروفك أنا شه بندر التجار وهذا هو مجلس مجلسي مختار وأنا أبو الفتح من قهندار غريب عن هذه الديار آه إذن أنت هو أبو الفتح من أصبح وصيا على المجوهرات والماسات الخاصة بالغريب الذي مات نعم أنا هو بشحمه ولحمه ممم ما رأيك لو نرفاح قليلا فإن لي معك حديث آه أرجو أن يكون طويلا تفضل أظنك استوعبت كلامي وأدركت غرضي ومرأي لا شك بذلك أيها الشه بندر فالموضوع كله بكلمتين يمكن أن يختصر نقتسم تركة المرحوم فأحصل أنا على الماس وتستولون جنابكم على الجوهر على هذا الأساس ولكن لا تنس أنك ستكون نائبي ووكيلي في أشغالي ومن ثم تشاركني في تجارتي وأعمالي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ولا أعتقد أنك تنام على أكثر من فراش وثير ضمن قصرك الكبير وهذا أيضا صحيح ولا أشك أن عندك من اللباس الشيء الكثير من الديباج المزخرف بالحرير صحيح ولكنني لم أفهم السؤال وأنا على يقين أنك تملك من المال ما يعجز عن إحصائه خازن بيت المال يجوز ولكن أين السؤال إليك السؤال هل ستأكل عشر وجبات وتنام على تسع فرشات ومثلها من المخدات وهل ستسكن أكثر من قصر إذا ما حصلت على الجوهر والماس بالحيلة والمكر الطمع يا صاحبي ضر ما نفع ماذا تريد أن تقول كلمة رميناها فأوجد لك من يفسر معناها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر